ولا بقي اي حاجة مبقي ها هذه كلها معارك لله هذه غرفة مبقي هذا اذا كل ما تبقى لهذه الاسرة هنا في حي الصيانة بمحافظة مأرب بعد ان تدفقت السيول الامطار وجرفت كل ما تملك هذه الاسرة لم يتبقى لها كما تقول سوى هذه الفرش البسيطة وهذا الجفاف الموجود وهذا العراء الكبير الذي تسببت به الامطار المتدفقة على محافظة مأرب هو حظهم في زمن الحرب الفقدان والهزائم التي تتكشف مع الضوء في صباحات مكسورة وعاجزة عن قول ما اخفوا غطيلة مكوثهم هنا عن امال واحلام ومحاولات بقاء لم تدم طويلا حيث جرفتها السيول والامطار في هذا المكان في جوار الصيانة في محافظة مأرب وجاء السيال كبير وثم خرجنا من البيوت شوية لول ما دخلنا داخل البيوت واللي حدمت بيته واللي خسر فراشه واللي خسر حق السيارات واللي جزاعة حق الأموال والحمد لله ما نصدقنا لأننا نخرج من البيوت حقنا يفقد اليمني نفسه وأشياءه عند كل محاولة للنجاة والعيش في زمن الحرب والذي قبل أن يعيش هذه الحياة وإن في مجرى السيول تحل الكارثة وتحمل معها غرقى ومشردين أكثر مما تحمل ناجين وقادرين على خوض تجربة جديدة لحياة مؤجلة مخيمات على أطراف مدينة مأرب وأحياء سكنية في قلبها أصبحت أطلالا وجزءا من ذكريات الناس الموجعة والتي لا تبدو الأخيرة تخربت الخيام فوقنا غريط الأدوان الملابس الفراش البطانيات كل شيء يعني قارد تستمر تغريبة اليمنيين ومآلات حياتهم المليئة بالأوجاع والخيبات والمرهونة أيضا بفرص السلام وضرورة إنهاء الحرب وهو مطلب هؤلاء الراكضين بحثا عن جزء من الحياة يقاسمهم إياها الموت على الجرادي قناة بلقيس مأرب